أبنائي وبناتي طلاب السنوية العامة أهلا وسهلا بيكو في حلقة ديدة من حلقاتنا على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم نهاردة إن شاء الله ناخد الفصل الثامن وناخد بعض الأفكار والأسئلة ومن الفترة اللي جاء إن شاء الله هنواصل معاكم دايما الأسئلة والتدريبات والحل فتواصلوا معنا وحاولوا أن أنتم تتواصلوا بأي استفسار وأي سؤال إحنا هنا موجودين عشانكم وبنساعدكم بكل الطرق فربنا يوفقكم إن شاء الله وتعالوا نبدأ حلقتنا الآن الفصل الثامن أول حاجة بنتكلم عنها ثورة 25 يناير 2011 فهنا بنقول إن مقدمات الثورة يا شباب يعني إيه اللي خلى الثورة دي تقوم ففي عام 2004 يبقى بدأت المشكلة كلها من عام كام 2004 يبقى في العقد الكام العقد الأول ولا العقد الثاني في العقد الأول خلي بقى أن الثورة قامت في العقد الثاني لكن المقدمات الثورة أو بدأت المعارضة الاحتجاجية تبدأ منين؟ من العقد الأول يبقى عايزين نفرق ما بين العقد الأول من القرن الواحد وعشرين يبقى دي هنقول عليه المعارضة الاحتجاجية يبقى بدأت المعارضة من العقد الأول أما العقد الثاني فهنا العقد الثاني اللي هو دا اللي هو الثورة يبقى دا اللي هو الحراك السياسي أو نسميه الصحوة الاجتماعية أو اندلاع السورة ببساطة يبقى فرقنا ما بين العقد الأول والعقد الثاني تعال نشوف كده بيقول بدأت المعارضة السياسية في مصر تأخذ شكل تنظيمي تمثل فيه ايه بقى سبب المعارضة؟ مجموعات أو مظاهر المعارضة مجموعات حركات مجموعة حركات وتجمعات تستقطب الشباب طب هنا بقى يبقى اشمعنا فئة الشباب يبقى الفئة اللي هي جواها هي مشاعر غضب أو شعره أو واقع عليها الضرر فلما نلاقي مفيش فرص عمل سوء الأوضاع الاقتصادية وإن فيه الأوضاع الأمنية سيئة مين أكثر ناس بتشعر بالفئة دي بالظروف دي طبعا الفئة العمرية اللي تعرف ديه الشباب احنا عندنا الهارم الاجتماعي دايما خدناه في الجغرافيا اللي هو عندنا كبار السن كبار السن وعندنا الفئة الوسطة اللي هم الشباب وعندنا الأطفال اللي هم مدونة الخمسة عشر فهنا لو جبنا إن أي من استهدفت المعارضة الاحتجاجية في 2004 أي من عناصر الهارم الاجتماعي هقولك الطبقة إيه الوسطة اللي هم فئة الشباب أو القوة العاملة القوة العاملة طب ليش معنى دول لأن دول اللي طيلهم مشاعر الغضب وصول أوضاع الاقتصادية فيبقى نقدر نقول إن استخدمت ثورة يناير الفئة أو المعارضة الاحتجاجية قبل الثورة فئة الشباب بهدف إيه؟ استغلال حماسهم المتفجر استغلال استغلال الحماس المتفجر تمام؟ إن عندهم حماس فئة الشباب بعد كده بيقول التخلص من حكم القائم أنا ذات ومن سيطرة الحزب الوطني يبقى إحنا عايزين نتخلص من السياسة الحزبية السيئة يبقى سياسة الحزب مين؟ الوطني تمام؟ يبقى السياسة الحزبية كان فيه هنا حاجة اسمها سيطرة الحزب الواحد أو نسميها ضيق ممارسات الحكومة بأمور المعارضة إن الحكومة الآن زاك أو الدولة في الوقت ده بقيادة الرئيس محمد حسن مبارد ما كانتش مستوعبة فكرة التعددية السياسية إنه يبقى فيه أكتر من فصيل سياسة في الدولة فطول ما إحنا الحاكم مش مستوعب إنه يكون فيه معارضة ده معناه إيا شباب معناه إنه إحنا هنروح فيه سياسة الحزب الواحد طبعا وهنا هيبدأ بقى إنه المعارضة تتشكل أمام الحزب ده شمعنا الحزب ده فتبدأ هنا تتشكل معارضة وبالتالي مع الوقت هتنفجر السورة تعالوا نشوف أسباب ثورة يناير تزوير انتخابات يعني نقدر نقول فساد الحياة النيابية أو تعطل أي من مبادئ ثورة يوليو المبدأ الأول ولا المبدأ الثالث ولا المبدأ الخامس ولا المبدأ السادس طب إيه هنا عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة يبقى ده المبدأ الكام في الثورة المبدأ السادس برافو عليكم يبقى يقول لي إنه قامت ثورة يناير ورفعت شعار تمام إنه استعادة أي من أو استكمال أي من جهود ثورة يوليو هقولك المبدأ السادس هو حياة ديمقراطية سليمة كمان سؤول أوضاع الاقتصادية طب ما إحنا عندنا ثورة أحمد عرابي لما قلنا إنه تزمر حائزه الأرض من الغاء قانون المقابلة وسوق أحوال المصريين المعاشية بسبب صدور قانون التصفية وإن نص إرادات مصر لسداد الديون وحرمان المصريين من ثمرت جهدهم يبقى لو قلنا إيه وجه الشبه أو إيه القاسم المشترط بين ثورة يناير وثورة العرابيين هتلاقي على طول سوء الأوضاع الاقتصادية أو تردي الوضع الاقتصادي مصطلح تردي الوضع مين الاقتصادي برافو علي كمان استمرارنا عمل بقانون التواري يعني سوء الأوضاع الأمنية الوضع الأمني سيء فبالتالي المصريين قاموا بثورة بهدف إنه عايزين نقضي على فساد الحالة النيابية عايزين نستعيد بناء الحالة الاقتصادية عايزين يبقى فيه سلام اجتماعي وعايزين نخلص من التعبيرات الأمنية السيئة تعالوا نشوف كمان بعض تعالوا نكتب سؤال كده أو اتنين ونشوف إنتوا فهمتوا إيه من اللي أنا قل بيقول هنا يدل تصدر الحزب الوطني للمشهد السياسي عام 2010 على يدل تصدر الحزب الوطني للمشهد السياسي عام 2010 على نقض على إيه ترى؟ ألف قال لي إن الظهير الشعب الداعم ليه الحزب أو تأييد جموع الشعب ليه الحزب إن الحزب ليه تأييد على الأرض تمام؟ أو أني انعدام الأحزاب السياسية في مصر انعدام على الأحزاب السياسية جيم أني انحياز الحزب للطبقات الفقيرة أو سياسة الحزب للطبقات تجاه تجاه الطبقات الفقيرة ولا دال يا شباب ضعف المعارضة السياسية ضعف المعارضة السياسية طبعا بيقول لي تصدر الحزب الوطني للمشهد السياسي ليه؟ لإني أساسا ما فيش معارض ليه يبقى الحزب ده لم يكسب التأييد الشعبي ده بالعكس ده بيعمل تزوير وسوء وضع اقتصادي وإن البلاد يسيطر عليها قلة فبالتالي ما نقدرش نقول إن هو يحصل على تأييد شعبي إن عدم الأحزاب لا الأحزاب موجودة لكن ضعيفة ما عندهاش القدرة على المعارضة سياسة الحزب تجاه الفقراء قلنا لا الحزب ما عملش أي سياسة تتبنى دعم الطبقات الفقيرة يبقى الإجابة دال طيب لو خدنا كمان سؤال تاني بيقول لي هنا أن ظهرت أول معارضة منظمة في مصر تستقط بالشباب نتيجة نقط يبقى ظهرت أول معارضة منظمة في مصر تستقط بال الشباب منذ عام 2004 نتيجة نقط نتيجة نقط نتيجة إيه يا ترى قال لي رقم واحد توالي التغيرات الوزرية السريعة التغيرات الوزرية السريعة ولا رقم به هيمنة أو سيطرة الحزب الواحد على السلطة ولجين تدخل الحزب في تزوير الانتخابات تدخل الحزب الوطني في تزوير الانتخابات رقم ده الانفراد الرئيس بالسلطة دون معارضة دون وجود أي معارضة طيب لو احنا رجعنا بقى ليه الجملة بتاعتنا في عام 2004 بدأت المعارضة تأخذ شكل تنظيمي وتستقطب الشباب ليه للتخلص من الحكم السائز القائن ومن سيطرة الحزب الوطني يبقى نرجع للسؤال يبقى ليه ظهرت معارضة بهدف التخلص من الحزب الوطني يبقى الإجابة ايه من الأربعة دون ايه علاقة الحزب الوطني من الأربعة التغيرات الوزرية لا سيطرة الحزب الواحد دي الإجابة تمام تدخل الحزب في تزوير الانتخابات لا لسه بعدين انفراد الرئيس الانتخابات تزويرت 2010 لكن احنا بنتكلم عن 2004 كان كل هدف المعارضة انها تخلص من الحزب من الوطن يبقى احنا كده خدنا بعض الأفكار عن فكرة 2004 وأسباب قيام السورة تعالوا بقى نتكلم عن أحداث السورة يقول لي خرج السوار إلى ميدان التحرير بالقاهرة وسائر الميادين في عواصم محافظات مصر يبقى هنا فيه إجماع شعبي يبقى السورة انتقلت انتقال الثورة للأقاليم المصرية طبما ده يشبه ثورة مين 19 ممتازين وثورة القاهرة الأولى يبقى احنا لو جاب لي في الامتحان وعمل لي كده اني ثورة القاهرة القاهرة الأولى رقم اثنين ثورة 19 ثلاثة ثورة 25 ينايل وقال لي كده يا شباب أمامك مفردات تعبر عن نقض أمامك مفردات تعبر عن نقض يبقى المفردات دي تعبر عن ايه حجم المد الثوري في البلاد يبقى تعبر عن حجم المد الثوري في البلاد أو مدى انتشار الثورة الوطنية يبقى مدى انتشار الثورة الوطنية أو حجم المد الثوري ليه لأنها لم تقتصر على المدن أو على الأقاليم فقط لكن انتشرت في كل أرجاء مصر يبقى دي أول فكرة ممكن نشتغل عليه بعد كده بيقول لي هتف السوار مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة يبقى أول إجراء طالبه بالسوار يتعلق بأي من عوامل قيام السورة تزوير الانتخابات ولا سوء الأوضاع الاقتصادية ولا قانون الطوارئ طبعا تبقى قانون الطوارئ لأن قانون الطوارئ ارتبط بالأوضاع الأمنية والأوضاع الأمنية يقصد بها مصادرة حرية الرأي وكان فيه عدم وجود حرية للمعارضة للسلطة الحاكمة تماما فأول صيحات السوار كانت ترتبط بأي من عوامل قيام سورة يوريو هقول لك قانون الطوارئ بعد كده بقى والكرامة والعدالة الاجتماعية فبالتالي هنا تبنت سورة يناير العدالة الاجتماعية لتحقيق أي من مبادئ سورة يوريو هيبقى المبدأ الرابع اللي هو عدالة اجتماعية يبقى نقدر نقول هنا هتف السوار مطالبين بالحرية أو الصيحات الأولى أو الصيحات التي تبناها السوار في 25 يناير تتفق مع أي من مبادئ سورة يوريو هقول لك على طول المبدأ الرابع وهو مبدأ العدالة الاجتماعية بيقول لتصارعة الأحداث وأصر الرئيس مبارك على البقاء وأصدر بيانا حاول به استدرار العطف عليه تمام؟ وتصاعدت مطالب الشعب بالمطالبة بإسقاط النظام يبقى نقول ايه هنا؟ أن تصارعت الأحداث وأصر الرئيس مبارك على البقاء وأصدر بيانا استدرار العطف عليه يبقى عمل ايه؟ من أجل إبقاء الرئيس مبارك في السلطة حرص على نقط حرص على ايه؟ إثارة المشاعر الوطنية لدى المصريين يبقى عامل زي نابليون لما قال لهم ايه؟ ما جئتوا إليكم إلا لأخلصكم فأنا موجود النهاردة أن حسن مبارك الذي يتحدث الآن فمصري وعاش في مصر ويموت في مصر الخطاب ده ممكن تنزله أو تسمعه يوتيوب أو أي إن كان فالكلمات اللي أطلقها الرئيس مبارك كانت كلمات رنانة وكان هدفها أن اللعب على مشاعر المصريين أو استدرار العطف لدى جموع الشعب ونتيجة لتزاحم الأحداث وإصرار الشعب أعلن نائبه عمر سليمان في مساء 11 فبراير تنحي الرئيس مبارك إذن لو قال لي أن تنحي الرئيس مبارك بنتيجة نقطة هقولك نتيجة إيه؟ استمرار الثورة أو صمود الثوار أو فشل سياسة فشل سياسة الاحتواء أو سياسة استدرار العطف لأنها لو نجحت لبقي الرئيس مبارك في السلطة فيبقى كل دي أحداث حدثت في السورة 25 يناير تعالوا برضو نكتب بعض الأسئلة والأفكار لتساعدنا على فهم إيه هذا الجزء كل تعددت الأسباب التي أدت إلى 25 يناير ومنها تعددت تعددت الأسباب التي أدت إلى قيام تورد 25 يناير 2011 ومنها نقطة ومن الأسباب دي إيه؟ رقم ألف عالد عالد عدم الاستقرار السياسي في البلاد رقم بيه؟ هنقول أني استمرار الإجراءات المقيدة للحريات استمرار انتهاك الحريات العامة طبعا هنا ممكن نربطها بدستور 23 طيب كمان إيه تاني؟ ارتفاع نسبة المتعطلين في البلاد ارتفاع نسبة ارتفاع نسبة المتعطلين من المدنيين والعسكريين طبعا هنا ما تنفعش ليه؟ عشان عسكريين هنا ما أحلمش للتقاعد ده يخص الثورة مين؟ غرف عليك يخص الثورة العربية كمان تضامن جميع الهيئات الحكومية أو اشتداد المعارضة الحكومية ضد الحزب القائم طبعا الحزب القائم كان عليه معارضة ولكن شعبية وليس حكومية تمام؟ فإن من الأسباب التي أدت إلى قيام ثورة 25 يناير طبعا هنقدر نقول إيه؟ استمرار انتهاك الحريات ويقصد بيها قانون الطوارئ إن ما فيش حريات داخل البلاد يبقى ده سؤال جميل ومهم وفكرته ربط كمان لو قلنا حبينا نعمل السؤال أو الفكرة اللي أنا قلتلكو عليها لو قلنا إن تبنت أو أسباب اندلاع ثورة يناير 2011 يدل على تعطل أي من مبادئ دستور 23 الحريات ولا الحرمات ولا المواطنة ولا نقدر نقول كمان الوطنية طبعا هنا نقدر نقول الحريات هي الإجابة الصحيحة بسبب برضو قانون من الطوارئ الأفكار 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 كتير يا شباب لو أنت حابب تربط وتتكلم وتتذكر بهذه الطريقة يبقى أنت اللي هتكسب وأنت اللي هتروح لامتحان وأنت واثق من إجاباتك وهكذا ممكن نقول كمان سؤال تاني استطاع الحزب الحاكم في مصر تصدر المشهد السياسي بسبب نقط يبقى لو قلنا كده أني استطاع الحزب الحاكم نشوف كده بس نحاول نمسح الشاشة نقدر نكتب سؤال كمان يقول استطاع الحزب الحاكم مين الحزب الحاكم ده شباب براف عليكم يبقى الحزب الوطني أنه يتصدر المشهد السياسي يترى ليه الحزب الوطني اللي خلاه يتصدر المشهد السياسي طبعا هنا التزوير اللي حصل يبقى عدم وجود ديمقراطية سليم بس تعالوا نعمل السؤال كده وتشوف وإيه الرابط ده أو نكتب ها بطريقة تانية كمان فتساعد كم على أن انتوا تتعرفوا على إزاي بنصنع السؤال أو إزاي انت تذاكر بطريقة تساعدك أن انت تدخل لامتحان وتجيب أعلى الدرجة طيب تعالوا نشوف كده بيقول لي السؤال تصدر تصدر الحزب الوطني المشهد السياسي يبقى تصدر استطاع الحزب الحاكم تصدر المشهد السياسي في مصر في السنوات التي سبقت ثورة ينايل نتيجة نقط نتيجة إيه ألف تعطل أحد مبادئ ثورة يوليو دين وخمسين ولا به انعدام وجود الأحزاب السياسية في مصر ولا جيم انشغال الشعب بالأحداث خارج البلاد ولا دال عجل عمل داخل المدن المصرية طيب ليه الحزب الوطني تصدر المشهد السياسي هقولك بسبب فساد زي ما احنا قلنا فساد الحياة النيابية والتزوير طيب يبقى التزوير يتناسب مع ايه عدم وجود عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة يبقى طبعا الاجابة الف تعطل مبادئ ثورة مين يولي تعالوا كده يبقى احنا عملنا كذا فكرة وربطنا فيهم ربط كويس تعالوا بقى نعمل نتكلم عن نتائج الثورة بنقول شعر الشعب بانه حقق اهداف الثورة ومن اهمها اسقاط نظام الحكم ويه حكم مبارا يبقى شعر الشعب بانه حقق اهداف الثورة بدليل نقطة بدليل ايه ابعاد السلطة الحاكمة ابعاد السلطة الحاكمة اعلان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطوي انه يحمي الثورة وانه معها لاستكمال الاهداف يبقى استكملت ثورة يناير اهداف بسبب نقطة وطنية المؤسسة العسكرية يبقى استكملت ثورة يناير اهدافها بسبب نقطة وطنية المؤسسة العسكرية بحل فامر بحل مجلسي الشعب والشورة يبقى تم القضاء على فساد الحياة النيابية لانهم جاءوا عن طريق تزوير انتخابات 2010 طوالت التغيرات الوزرية السريعة يبقى يشبه فترة الحرب العالمية التانية لما حدث وزارات اقلية وكل شوية تتعزل وزارة انه قراشي احمد ماهر علي ماهر فكانت وزارات تغير وزارات سريعة وجاء عنوانها تحت عكومات انتقالية لتسيير الاعمال يبقى المصطلح ده يدل على نقطة يدل على غياب الاستقرار السياسي في البلاد يبقى غياب الاستقرار السياسي في البلاد ثم جرت انتخابات مجلسية الشعب والشورى وفاز حزب الحرية والعدالة باغلبية ملحوظة وبدأ المجلسان في ممارسة نشاطهما اعتبارا من الاسبوع الاخير يناير 2012 ورأس كل منهما احد برضو اعضاء حزب الحرية والعدالة ودي كانت مقدمة لفشل السورة ليه لان استبدال الحزب بحزب اخر ومزالت سيطرة الحزب الواحد او هيمنت القطب الواحد على الوضع السياسي في مصر طيب لو احنا كتبنا سؤال كده وقلنا استهدافة ثورة 25 يناير في اللحظات الاولى نقطة يبقى استهدفة استهدفة صوار يناير في اللحظات الاولى من ثورتهم نقطة وانا رقم واحد التخلص من الحزب الوطن رقم اتنين تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية رقم جيم اقالة او تنحية الرئيس مبارك عن الحب رقم دال انشاء او تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وده سؤال جميل فاستهدافة ثورة 25 سوار يناير في اللحظات الاولى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية يبقى طبعا هل التخلص من حزب الوطني لا ان تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية اه تمشي تنحية الرئيس مبارك لا تحقيق الاستقرار لا يبقى التلاتة دولة يتناسبوا اكتر مع تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لثورة 25 يناير تعالوا نشوف الترشح لرئاسة الجمهورية بيقول لان تم فتح باب ترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية وتقدم عدد كبير من تيارات سياسية مختلفة انتهت الجولة الاولى من الانتخابات بالاعادة بين اثنين حصل على اعلى الاصوات وهما محمد مرسي واحمد شفير وجرت انتخابات الاعادة وانتهت بفوز محمد مرسي بنسبة واحد وخمسين في المية من اجمال الاصوات هنا نقدر نقول ان كده حققت ثورة يناير اللي هو فكرة الديمقراطية والحياة النيابية الديمقراطية والحياة النيابية لكنها فقط في تحقيق العدالة الاجتماعية لان ما زال الوضع سيء في ادارة البلاد تعالوا نشوف كمان سؤال بيقول لي اني لو اتكلمنا عن ليه الرئيس المبارك او تعالوا نشوف سؤال جاء في امتحان دور اول 2021 فبيقول لي تولى ادارة شؤون البلاد بعد تنحب رئيس مبارك عن الحكم نقط يا ترى مين طبعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة لكن عندنا كمان سؤال بيقول عنده تحليل الأحوال المصرية 2011 نراحز دخول البلاد منطقة ملتهبة بالأحداث التي تدنو من الانفجار فده بيقول لي في ضوء العبارة يعز ذلك إلى نقط ألف اختلال ميزان المدفوعات لصالح مصر به التلاعب في الاقتراع على المجالس النيابية جيم تقلص المد الثوري في أنحاء البلاد دال وضع عناصر الحرية والعدالة في معظم إدارات الدولة طبعا هنا يا شباب لو قلنا أن عند تحليل الأوضاع في ثورة 25 يناير يبقى تستبع الدال على طول تقول تقلص المد الثوري ده بالعكس ده المد الثوري ارتفع التلاعب في الاقتراع والاختلال للميزان طبعا لا يبقى التلاعب اللي هو تزوير انتخابات 2010 تعالوا نشوف بقى محمد مرسي في الحب يقول التبع العديد من السياسات خلال فترة حكمه تتلخص فيما يلي ممارسة الحزب الحاكم للسلطة بنفس الأسلوب اللي هو سيطارة الحزب الواحد تمام يعد محمد مرسي واجها آخر للسياسات قبل ثورة 25 يناير من جهة مؤر تمكين الحزب الواحد تمام أو غياب التعددية السياسية كمان بيقول هنا ان اصدار اعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 يعزز به من صلاحيات الرئيس فده يتشبه مع الدستور 1930 اللي عمل اسماعيل صدقي لزيادة صلاحية الملك فؤاد يبقى لو قلنا ان رئيس محمد مرسي والملك فؤاد وجهان له عملة واحدة من جهة نقطة هتبقى امتلاك صلاحيات حكم مطلق أو سمات حكم مطلق اللي هو تعزيز صلاحيات الرئيس على حساب السلطات الأخرى السلطة التشريعية والسلطة القضائية طيب كمان هنا بيقول لي ان شرعة في وضع عناصر حزب الحرية والعدالة في معظم هيئات وإدارات الدولة بما فيها قيادات الحكم المحلي في القرى والمدن والأحيان سوء سوء إدارة شؤون البلاد بصفة عامة والاقتصاد بصفة خاصة فارتفاع الديون الخارجية يبقى تشبه الفترة التي جاءت بعد حكم من اسماعيل يبقى أوضاع مصر بعد تولي الرئيس محمد مرسي تشبه الفترة التي تلت حكم أي من الحكام طبعا تبقى اسماعيل ويقصد بها زيادة حجم الديون الخارجية تعالوا نشوف كده بعدين نتكلم عن ثورة 30 يونيو كده ناخد فيها بعض الأسئلة والأفكار بيقول هنا أن تساعدت الدعوات لسحب السقة من القيادة السياسية في 2013 نتيجة طبعا رفضها التجاوب مع المعارضة ناخدهم وبعد كده نرجع للأسئلة وقل مقدمات ثورة لم يمض وقت طويل على تولية محمد مرسي حكم مصر حتى بدأ الشعب يدرك أنه لم يقدم أي حلول للمشكلات الرئيسة ولم يحقق أي من مطلب من ثورة 25 يناير ومن ثم تجمعت نظر الثورة ضد حكم محمد مرسي يبقى ليه تساعدت المعارضة ضد الرئيس محمد مرسي لاستكمال بهدف استكمال ثورة 25 يناير هو لذلك لاستعادة أهداف 25 يناير ووضعها على الطريق الصحيح فساعدت الدعوات في 26 أبريل لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات مبكرة على أن تنتهي المهلة في 30 يونيو إلا أنه لم يستجب لهذا المطلب وأعلن أنه الرئيس الشارعي للبلاد فيبقى لو قلنا كده تصاعدت الدعوات لسح الثقة من القيادة السياسية في مصر عام 2013 نتيجة رفضها نقر يبقى رفضه إيه ألف التجاوب مع مطالب المعارضة في اللجوء إلى المقاومة السلبية جيم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة دالي تحسين الظروف الاقتصادية فليه تصاعدت لسحب الثقة هل هدفهم تحسين الأوضاع وكان كل الموضوع أنه رافض أنه يتنازل عام السلطة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يبقى التجاوب مع مطالب المعارضة هنا نأخذ موقف القيادة العامة للقوات المسلحة يقول لي أني أصدر وزير الدفاع أنزاك الفريق عبد الفتاح السيسي بيان 23 يونيو 2013 أعلن أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسئولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب يحتم التدخل لمنع انزلاق مصر وفي نفط مظلم من الصراع والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدول يبقى استهدف وزير الدفاع في بيانه 23 يونيو نقط الإقالة الرئيس ولا الحفاظ على كيان الدولة طبعا الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها من الانهيار ودعا إلى إيجاد صيغ التفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها أي مدة تنتهي خلال أسبوع من 23 يونيو لحد آخر الشهر يعني لحد 30 يونيو أسبوع واحد فبدأت جماعة الإخوان ومناصريهم في الاعتصام بمدينة رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة اتداء من يوم 28 يونيو 2013 تحسبا لانتقاه المهلة المحددة يوم 30 لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين في تلك المنطقتين بشكل واضح يبقى هما فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن أو أنه غياب الاستقرار السياسي أو تعرض البلاد لخطر محدق يعني خطر شديد محدق يعني خطر شديد البلد ممكن تضيع وخاصة إن حدث انقسام في صفوف الأمة ناس مؤيدة وناس معارضة فبالتالي هنا القيادة العامة للقوات المسلحة خذت بعض الأفكار بيقول في ثورة 29 في يوم 29 يونيو تصعدت الدعوات لتوقيع بسحب الثقة من الرئيس محمد موس لكنه رفض الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة ورفضت المعارضة دعوته للحوار وخرج الشعب في ثورة عارمة 30 يونيو 2013 في ثورة جديدة في أول يوليو أصدرت القيادة بيان أشارت فيه لخروج الشعب في المظاهرات وأمهالة الجميع 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب في اليوم الثالث من يوليو 2013 تم عزل الرئيس محمد مرسي وتسليم السلطة في اليوم التالي 4 يوليو لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدل منصور يبقى بعد عزل الرئيس محمد مرسي تولى أمر البلاد أحد أقطاب السلطة نؤمن السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية ولا السلطة الملكية طبعا هنا رئيس المحكمة يبقى سلطة قضائية بيقول لي تم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يا جماعة بعد بين مرشحين اتنين وضع خارطة للطريق وأولها العمل على تعديل الدستور يبقى تعديل الدستور ده نقدر نقول هو أول إجراءة عمل في خارطة الطريق بعد كده بنتكلم على رفض أنصار جماعة الإخوان فض الاعتصام فأجريت انتخابات صدر دستور جديد في 2014 بعد الاستفتاء عليه وبناء عليه جرت انتخابات رئاسية على مدة ثلاث أيام فقط المشير عبدالفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي انتهت بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأت صفحة جديدة من تاريخ مصر طيب تعالوا نشوف بعض أفكار الأسئلة عشان يبقى قفلنا الفصل ده ان شاء الله ونسيبكوا كده للمرات الجان نحل بنوك أسئلة شاملة على المنو يقول هنا يا شباب لو احنا أخذنا سؤال برضو السؤال ده جا في الامتحان قبل كده وقال لي تعد من أسباب تأجج الموقف في مصر والتي أنظرت بدنوا اندلاع الثورة في عام 2011 يبقى تعد من أسباب تأجج الموقف في مصر في مصر رقم بيه افتقاد البلاد إلى التعددية الحزبية رقم جيم تعاقد حكومات تسيير الأعمال رقم دال تغيير الإرادة الشعبية في الصناديق طبعا الإجابة من أسباب اندلاع الثورة في 25 يناير تزوير انتخابات 2010 يبقى هل ظهور أحزاب سياسية قوية ولا افتقاد البلاد إلى التعددية الحزبية ولا تعاقب حكومات تسير الأعمال ولا تغيير الإرادة الشعبية في الصناديق طبعا التزوير يبقى هو تغيير الإرادة الشعبية في الصناديق تعالوا نسوف كمان سؤال لو قلنا كده أن هنسيب الامتحان التجريب ان شاء الله نحلوا معكم الحصة اللي جاية ونفسروا لكم بصورة قوية يقول أثبتت أحداث كل من الثورة العربية وثورة 30 يونيو نقاط أثبتت أحداث كل من ثورة الثورة العربية وثورة 30 يونيو 2013 أن نقاط أثبتت ألف للشعب قدرة على تحقيق أهداف طبعا ده ما حصلش في الثورة العربية لأن الإنجليز احتلوا مصر ب المقاومة السلبية لها دور أهمية المقاطعة السلبية المقاطعة الاقتصادية والمقاومة السلبية جيم الجيش جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري دال للمرأة دور مؤثر في الثورات الوطن اللي طبعا ده لا ينطلق على ثورة العربية لأنها ما كانتش فيها عناصر المرأة وهنا الجيش لا يتجزأ الجيش ليه دور هنا وليه دور هنا يبقى دي الإجابة المقاطعة السلبية ولا دي ولا دي ده ثورة تسعتاشر الشعب قدر على تحقيق أهدافه هنا تنفع لكن في الثورة العربية ما تنفعش يبقى ده السؤال اللي نقدر نقول عليه يربط ما بين الفصل التالي وكمان الفصل يا شباب اللي التابد تعالوا ناخد آخر سؤال بيقول هنا ان ارتبط عهد الرئيس أو المستشار عدل منصور أثناء توليه سلطة الحكم بظهور تطورات إيجابية عكست على يبقى ارتبط عهد المستشار عدل منصور وحدوث تطورات إيجابية على نقاط رقم واحد حياة المصريين الاقتصادية رقم بيه العدالة الاجتماعية قضية العدالة الاجتماعية ثلاثة اصلاح المجالس النيابية رقم دال الحياة الدستورية طبعا المستشار عدل منصور اتعمل في عدد دستور جديد للبلاد وتم تعطيل دستور اتناشر اللي توضع او اضفت عليه تعادلات بعضاء حزب الحرية والعدالة فيبقى المستشار عدل منصور كانت اجراءاته تخص الحياة الدستورية كده يبقى احنا خلصنا الفصل الثامن ورجعنا كل الاجزاء وربطنا كمان ما بينه ما بين اجزاء المنهج وعطناله حقه وزيادة عليه سؤال واحد ممكن يكون بدرجتين في الامتحان فان شاء الله نشوفكم المرات القادمة وناخد مراجعة شاملة على المنهج كنت معاك وانا ايهاب انور مقدم مادة التاريخ بوزارة التابعة والتعليم